وفي الشرق الأوسط وفي ذات الموضوع زيلينيسكي الأشهر الستة المقبلة ستكون حاسمة في القتال ضد روسيا قال الرئيس الأوكراني فلودمير زيلينيسكي إن الأشهر الستة المقبلة ستكون حاسمة في كثير من النواحي في صد العضوان الروسي في حين استبعدت القيادة العسكرية الأوكرانية إقرار وقف إطلاق النار خلال الفترة ما بين العام الجديد وعطلة عياد الميلاد الأرثدوكسية وكانت قد استبعدت موسكو بدورها الأربعاء خدنة على خطوط الجبهة خلال الأعياد وقال زيلينيسكي في كلمة له عبر الإنترنت إلى المجلس الأوروبي ستكون الأشهر الستة المقبلة حاسمة في المواجهة التي بدأتها روسيا بعضوانها من نواحي كثيرة العضوان ضد أوكرانيا وضد كل واحد منكم لأن الهدف النهائي لروسيا أبعد بكثير من حدود وسيادة أوكرانيا وستطلب منها الأشهر الستة المقبلة جهودا أكبر في تلك التي بذلت خلال الفترة الماضية وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني في تقريرها اليومي إن موسكو ظلت تركز في هجماتها على مدينتي بخموت وأفاديفكا شرقي أوكرانيا مضيفة أن القوات الأوكرانية صدت هجمات روسية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وقالت أيضا إن القوات الروسية واصلت قصف القوات الأوكرانية والبنية التحتية المدنية في منطقة دونيتسك ومنطقتين زبروجيا وخرسون الجنوبيتين وبشأن استمرار المعارك على الجبهة قال الجنرال أوليكسي هوروموف في متمر صحفي في كييف أمس الخميس أعني أنه سوف يكون هناك وقف إطلاق نار كامل من جانبنا ولذلك فقط عندما لا يوجد هناك محتل على أرضنا وكان الكريملين قد أعلن في وقت سابق أنه لا يوجد نية لإعلان وقف إطلاق نار خلال العطلات المقبلة اشتركوا في القناة